تضاربت آراء الأحزاب الكردية في إقليم كردستان واختلفت مواقفها حول زيارة وفد الإقليم إلى بغداد ولقائه برئيس الوزراء حيدر العبادي وكذلك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حيث وصفت بعض الأحزاب الكردية هذه الزيارة بأنها لا تمثلهم وأن الوفد الذي زار بغداد هو حزبي ويمثل موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط في ظل غياب أغلب الأحزاب الرئيسية كحزب التغيير والجماعات الإسلامية وغيرها إذا كان زيارة حزبية فهذا زيارة حزبية من حقهم أن يقوموا بهذه الزيارة سواء كانوا على شكل انفراد أو شكل وفد من الحزبين أما أنه يعلن أن الوفد يمثل حكومة إقليم كردستان ويمثل كل كردستان ويستبعد الأطراف الأساسية في العملية السياسية من التشاور ومن التحاور فهذا أعتقد شيء مشين لأهداف الوفد ولا يأتي بالنتيجة نحن لنا ملاحظة بأن الوفود الحكومية التي تذهب إلى بغداد من الأحسن أن تتضمن ممثلين عن الأحزاب الأخرى المشاركة في حكومة إقليم كردستان أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد أشهر لأن زيارة وفد الإقليم إلى بغداد تناولت ثلاثة مواضيع مهمة تمثلت بدعم قوات البيشمرقة ومشاركتها في تحرير الموصل وكذلك ملف النفط بالإضافة إلى مطالبة حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم وأن زيارات تمثل كافة الأحزاب الكردية لأن رئيس الحكومة هو رئيس لكل الأحزاب وليس للحزب الديمقراطي الكردستاني وحده هذا زيارة زيارة تمثيلية على كل الأحزابات السياسية وهذه زيارة مجبس الأخنية شيرفان برزاني موجودة والنائب الرئيس الحكومة على ثلاثة المواضيعات الأهمة أول موضوع دعم القوات البيشمرقة ومشاركة القوات البيشمرقة على التحليل للمدينة المصر وصراحية ونقطة ثانية ملفة ثانية على ملف المعنفض والاستخراج القانون النفط في الإقليم ونقطة ثالثة نقطة دفع الرواتبات الموظفين يشار لأن زيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد هذه ليست بالمرة الأولى بل سبقتها عدة زيارة لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم ألا إنها دائما ما تنتهدون التوصل إلى حلول ومعالجات للمشاكل لقناة بلاد الفضائية رفاه فالح السليمانية